ونادي الزمالك اللوحب برضو مبسوط له جداً إن أموره تتحسن تتحسن رفع يقاف القيد تزديد الغرامات والمشاكل أنا الحاجات اللي فيها نادي الزمالك دي وهي بتتقل إنها بتتحل أنا مش مصدق نفسي ليه إنه حجم المشاكل صعبة جداً وفلوس كتيرة جداً جداً فكون إنها بتتحل فتفرح لنادي الزمالك هذا أو هذه المؤسسة المصرية الكبيرة العظيمة عشان ما نقول نفرح لنادي زمالكاوي لأ نفرح لنادي مصري عريق زي نادي الزمالك أموره بتتزبط أموره بتتصلح وبساطة يعني ده حلو للكورة وللمنافسة وكثير من الأمور البلجيكي كارل هوفجينز الموديل الفني اللي تقال عليه إنه مرشح لنادي الزمالك فهو فعلاً مرشح لنادي الزمالك وأصبح قريب جداً لإتمام تعاقده مع نادي الزمالك الزمالك اتفق على كافة التفاصيل الخاصة به التعاقد هيمتد التعاقد لقد إيه سنة ونصف أو موسم ونصف النصف اللي باقي من الموسم ده والموسم اللي جاي المدرب هياخد تقريباً خمسين ألف دولار شهرياً وده رقم دلوقتي بقى رقم حلو لزيء مش هقول لك رقم وليل بس رقم فيه رقم أكتر من كده بكتير بتتدفع وفي الدولة المصر العادي بس خمسين ألف دولار في ظروف الفئة الزمالك معقولة مع مدرب محترم مدرب جيد هو هيبقى معاه اثنين مساعدين الأول هيكون مساعد اللي هو يعني مساعد المدرب على طول مساعد للأمور الفنية والثاني هيكون مخطط بدني وفيه احتمال أنه ممكن يبقى فيه كمان مدرب حراس مرمى طيب أرفك على هذا المدرب بشكل عام شوية من خلال بعض المعلومات عنه تعال أقول لك يلا بنا بس يا سيدي هو في كينز هو مسيرته في أو بدأ مسيرته في منصب كشاف المواهب لنادي كينكوك أو كينوك بدورة درجة السالسة البلجيكية في نهاية شهر ينال 2018 ثم اتجه إلى نادي كلوب بروش الشهير طبعا في منصب المدرب المساعد لفريقي تحت 18 و 21 عام بالإضافة لدوره ككشاف للمواهب دي تيديك بقى ايه شوية دلالات عظيمة جد وده في اختياره للعابين اللي هتنضم النادي الزمالك هتبقى عينه عظيمة يلا اللي هو أصلا رجل كشاف رجل بيشتغل في سكاوتينج في يونيو 2019 أصبح كارل مدربا مساعدا فيه الجهاز الفني للفريق الأول بنادي كلوب بروش وفي مايو 2022 أصبح الموديل الفني للفريق الأول وقاد الفريق لتحقيق إنجاز غير مسبوك بعدما وصل به إلى دور 16 من دوري أبطال أوروبا بعد احتلال وصافة المجموعة الثانية خلف بورتو البرتغالي وجاء بعده أتلتكو مدريد وبايل ليفاركوزي ماشي لبعض آخر تجارب المدرب مع نادي ستنر لياجا البلجيك برضو نادي كبير في بلجيكا عندما تولى المهمة الفنية في يوليو 2023 ولكنه رحل في ديسمبر من نفس العام بسبب سوء النتائج حيث قاد الفريق في 22 لقاء فاس في 6 وتعادل في 8 وخسر في 8 مسجلان 24 ومستقبلا و31 هدف دي حكايته طيب فنيا بقى الراجل ده بيشتغل دايما بحيبش تكلم معك فنيا قوي بس هديك شوية كده ايه خطفات يعني يعني نخطفه كده في اللحظات الشكل الهجومي في الشكل الهجومي المدرب ده بيعتمد جدا على الأجنح الأجنح اللي هو ايه اللي على الخط هو على فكرة سعب بيلعب بتلات مدافعين يعني سعب بيلعب بتلات خمسة 2 وسعب بيلعب 4 3 3 بس هو الأغلب انه بيلعب 4 3 3 منظومته هجومية يعني مش من المدربين بتحب الدفاع وبيعتمد على الجناح اللي على الخط مش الانسايد يعني هي اللي على الخط مش الانسايد يعني زي ما كان كارتيرون مع نادي الزمالك مش زي مارس الكولر مع نادي الأهل يعني مارس الكولر مثلا يحب الجناح بتاعه يبقى جوة منطقة الجزاء هو لا عايز الجناح على الخط ويدي عرضيات ويعمل قراط من النوعية دي فزيزه مثلا مع الراجل لوت هيفرح قوي هينبسط جدا الديني على الخط ودي عرضيات انا بتاعك تمام المهاجمين اللي معاه مش المهاجمين اللي هم مهاجمين السندوق يعني اللي هو المهاجم المحطة زي ما بيقوله لا هو يحب المهاجم اللي زي سيف الدين الجزيري بالمناسبة لو انا عارف ان فيه فريق سكاوتينج او في الناس بتشتغل بشكل كويس او في الامور دي في نادي الزمالك فلو هما بيفكروا بالطريقة دي انه يجيبوا مدرب ياليك على اللاعبين اللي موجودين يبقى ده زكاء جدا بص هو راجل طول الوقت فاتح الجناحات والمهاجم اللي مكتوب اسمه او كان او جدوت جاي من تحت هو سيف الجزيري وهنا جناح الممكن تعتبره مصطفى شربي نفس القصة المهاجم هو جاي من تحت ومش محطوط جوه مش محطوط في منطقة الجزاء والمحطة يعني هو يحب المهاجمين اللي بتجري وبتتحرك من نص الملعب بشكل كويس هات اللي بعضه على طول هات السؤال اللي بعضها على طول زي بقيت لكم لمحة فنية انا لقوا حل الفنين ولكني اأخذكم في رحلة في عقل هذا المدرب نبص نفس الامر الجناح طاير هو يقعد يفتح يشتغل راجل عليه دايرة في نص الملعب دوت كل دا بنى بين الباك ونص الملعب والمساك عشان راجل الجناح الاصمر اللي هناك دوت هو هيتير وياخده الكورة ويتير نفس الامر كل الشغل بيشتغلوا لحد ما الجناح بس دا بالمناسبة الجناح هو اللي واقف دلوقتي معاك كورة والباك هو اللي بيفتح برضو على الخط الشغل كله على الخط نفس القصة هو دي الطريقة اللي بقولك عليها أحيانا بيلعب بتلاتة خمسة اتنين بتلاتة مدافعين أو حتى دي باربعة بالمناسبة مش تلاتة بس الشغل كله في بنى من نص الملعب لحد ما توصل للجناح عشان المهاجم في الآخر يستقبل العرضية غالبا هيبقى مدرب كويس فيه سنة طبعا مخاطرة بس حتى لما مرسل كورة جينادي القالي قلنا فيه سنة مخاطرة عشان ما اشتغلش في الكورة الأفريقية بس برضو مرسل كورة كنسبية أكبر طبعا أكبر ومشوار طويل ده لسه برضو معملش مشوار كبير بس المدرب الشكله كويس مش بقولك أكيد هيبقى كويس مع نادي الزمالك بس الشكله ممكن يعمل حاجة مع نادي الزمالك